آية من آيات الله رحمة الله عليك تعرفون الشيخ سعيد لتا وكان أمياً لم يتعلم لا في مدرسة ولا في مكتب تعلم الكتابة والقراءة بطريقة سريعة هكذا ولكن عقله ما أفا ذكرت الشيخ المرحوم بإذن ربي إن شاء الله كن الله رحمة أوسع رحمة الشيخ سعيد لتا حدثكم عنه أكثر من مرة هذا أحد بنات الإمارات الثلاثة ومات عن نحو مئة قريب من مئة رحمة الله عليه وأوصى بثلث ماله في سبيل الله وأما في حياته فتكفل بمن لا يعلم عددهم إلا الله من الأيتام ذكوراً وإناثاً من البداية حتى يتخرجوا أطباء ومهندسين ومعلمين يزوجهم ويهدي لكل منهم في الله أنا رأيت هذا بعيني أنا انتقيت به قدس الله روحه الكريمة آية من آيات الله رحمة الله عليه تعرفون الشيخ سعيد لتا وكان أمياً لم يتعلم لا في مدرسة ولا في مكتب تعلم الكتابة والقراءة بطريقة سريعة هكذا ولكن عقله مأوفى وهو أول من أنشأ بنكاً إسلامياً في العالم طبعاً أول بنك في العالم بنك دبي الذي أنشأه الشيخ سعيد لتا رقم اثنين بعدين الملك فيصل والشيخ صالح كامل رحمة الله عليهم جميعاً وأعلى مقاماتهم رقم اثنين كان بس رقم واحد الشيخ سعيد لتا بنك دبي الإسلامي لليوم هو أول واحد وفي قصة لإنشاء خرفني يعني هو حدثني بها بطولها لن أطول بذكرها الشيخ سعيد بوتالي لماذا تذكرته أعجب مال عجب كان تعامل مع الله تبارك وتعالى كل ما يأتيه مال أو ثروة أو أي شيء الخمس لله يقول هذه غنيمة خمسها لله خمس يا شيخنا والله كثير والله كثير يا أخي صح؟ يعني لو عنده مليار يطلع إيش 200 مليون والله كثير يا سيغنا رحمة الله عليه قال لي يا ابني الحمد لله الله أكرمني بحبه لي كان يحبه حبا جما قال لي يا ابني أنا أعامل الله هكذا وأنا أرى أن هذا هو المفروض علي الله قال وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال لي أنا أخرج الخمس لا إلهة الله شيء عجيب إيش الناس هذه رحمة الله عليه ولذلك أنا حين زرته وأدركته كان تقريبا عمره 93 سنة ما أشاء الله تبارك الله من الساعة ثمانية وتسعة صباح نكون إيش في الشركات تبعته ويديل أعماله وكلها وكذا كذا وماشي أداما في ذكر الله وتعليم الدين وكذا إيش يا عجيب الرجل هذا حتى الأطباء والمهندسين هم من إيه؟ يعني أبنائه ومتبنيه والذين إيه عالهم وكفلهم هؤلاء تخرجوا من كليات هو أنشاءها لأنه كان عنده نظرية في التربة والتعليم قال لي كل العالم هذا يكتب عليكم وكل العالم هذا يضيع عمر الشباب والشبات كنت كيف يا سيدي قال لي أبدا قال لي أنا طريقتي في التعليم أخرج لك الطبيب والمهندس والأستاذ والصيدلي وعمره ستة عشرة سنة ومن أنبغ ما يكون وبخضع المتحنات كذا بيجيوا الأوائل أنا ألتقيت بهم أنا ألتقيت بأطباء مهندسين ستة عشر سنة القدية أطفال صغار في زورة أطباء الدكتور فلان واندس فلان هو عمل كليات قال لك هاي التعليم عنده خطة تعليمية عجيبة غريبة طبقها ونجحت نجاحاً بايراً ما عجيب كان مبارك رحمة الله علي رحمة وسعى أيضا شوف كما تقول عما روحه طلبة الرحمة